تعرض هذه الصور الحصرية لشبكة CNN أساليب متعددة في تعذيب النساء واختصابهن بليبيا فمن الحرق بالسجائر إلى تشويه بعض أجزاء الجسم تقول الأخصائية النفسية سيهام سيرجيوا إن هؤلاء النسوة هن ضحايا التوتر في ليبيا قابلت نحو 140 امرأة وماذا أخبرتك هؤلاء النسوة عن تجربتهن خلال الحرب؟ قلنا إن أعضاء من ميليشيا القذافي اغتصبوهن وأكدت سيرجيوا أنها سمعت أولى حوادث الاقتصاب هذه من والدة إحدى الفتيات المقيمات في أجدابيا التي شهدت صراعا بين الثوار وميليشيا القذافي كانت تبكي وتقول إن ثلاثة أو أربعة رجال قاموا باختطافها واختصابها في الصحراء ولاحقا تلقت سيرجيوا المزيد من المكالمات المشابهة ومن هنا قررت أن تفعل شيئا إزاءها فقامت بزيارة أحد مخيمات اللاجئين على الحدود الليبية وبمساعدة مجموعة من المتطوعين قامت بتوزيع استمارة أسئلة على النساء هناك للتعرف إلى من هنا بحاجة للمساعدة أحد الأسئلة في تلك الاستمارة كان هل تعرضت للاغتصاب سابقا وعلى يدي من؟ فمن بين الخمسين ألف استمارة التي تم توزيعها أجابت 295 إمرأة بنعم على هذا السؤال إحدى السيدات قالت إن المختصبين قيدوا زوجها واختصبوها أمامه ومن ثم قتلوه ولذلك أطلعت سيرجيوا محكمة الجرائم الدولية على نتائج بحثها حيث يتم التحقيق فيما إذا كان نظام القذافي يستخدم الاغتصاب كأداة في الحرب أحد المسؤولين الليبيين قال لسي أن أن إن المحققين لم يزوروا ليبيا مؤخرا لإجراء أي تحقيق والحكومة الليبية على استعداد للتعاون بشكل كامل وحتى الآن كانت إيمان العبيدي الليبية الوحيدة التي فضحت جرائم الاغتصاب هذه حينما دخلت أحد الفنادق المكتظة بالمراسلين الأجانب وحاول مؤيد القذافي إسكاتها حينها هذه روايات مؤسفة فمثل هؤلاء النساء يتعرضن للإساءة من قبل عائلاتهن ومختصبيهن ماذا يصيبك عند سماعك هذه الحكايات؟ أحياناً ألجأ للبكاء رغم معايشتي للكثير من هذه القصص ولكن وبعد أن أنتهي من عملي وأفكر فيهن أحزن كثيراً لأنهن عشنا مآس حقيقية ويوماً بعد يوم يتراكم الألم والأسى بين أوراق بحث سيهام فهل تنجح في المساعدة؟